بسم الله الرحمن الرحيم تجربة بعنوان العدسات الرقيقة الهدف من هذه التجربة التدريب على تكوين الصور باستخدام العدسة الرقيقة محدبة وقياس البعد البؤري وقوة هذه العدسة بثلاث طرق مختلفة الأودات المستخدمة من ضدى ضوئية مصدر للضوء شاشة لاستقبال الصورة مع حامل هذه الشاشة عدسة رقيقة محدبة مع حامل العدسة مرآة مستوية مع حامل هذه المرآة ومسطرة مترية العدسات عبارة عن أنظمة بصرية شفافة يحدها سطحي انكسار لهم محور مشترك تتمكن العدسة من إنتاج صورة عن طريق انكسار الضوء الذي يأتي إليها من الجسم المقصود بالعدسات الرقيقة هي تلك العدسة التي لها سمك صغير مقارنة بمسافة الصورة أو مسافة الجسم من المعروف أنه يوجد نوعين من العدسات عدسة محدبة أو مجمعة وعدسة مقعرة أو مفرقة العدسة المحدبة تكون أكثر سماكة في المنتصف عنها في الأطراف وتقوم بتجميع الأشعة المتوازية السقطة عليها بعد الخروج منها في نقطة واحدة أما العدسة المقعرة هي عدسة محصورة في المنتصف وسميكة عند الأطراف وتقوم بتفريق الأشعة الضوئية المتوازية السقطة عليها عند الخروج منها يسمى مركز العدسة بالمركز البصري للعدسة والمقصود بالمركز البصري للعدسة هو نقطة وهمية تقع في باطن العدسة وعلى محورها الأساسي بحيث إذا سقط شعاع ضوئي يمر بهذا المركز البصري فإنه ينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار أو انحراف المحور الأساسي للعدسة وعبارة عن مستقيم وهمي يمر بمركزي تكور وجه العدسة وبما أنه يمر بمركزي تكور وجه العدسة فإنه يمر بالمركز البصري للعدسة أما المحور الثانوي فإنه أي مستقيم يمر بالمركز البصري دون أن يمر بمركزي تكور العدسة أي أن المحور الثانوي هو أي مستقيم بخلاف أي مستقيم يمر بالعدسة بخلاف المحور الأساسي للعدسة مركز تكور وجه العدسة هو مركز تكور الكرة التي وجه العدسة جزء منها أو التي قطعت منها هذه العدسة أما نصف قطر تكور العدسة هو نصف قطر الكرة التي يكون وجه العدسة جزء منها أو هي نصف قطر الكرة ونصف قطر الكرة التي قطعت منها هذه العدسة عند سقوط أشعة متوازية وموازية لمحور العدسة فإنه بالنسبة للعدسة المحدبة تتجمع في نقطة هذه النقطة تسمى بؤرة العدسة بالنسبة للعدسة المحدبة تسمى بؤرة أصلية لأنها تقع خلف العدسة وتكون وبهذه الحالة فإن هذه العدسة تكون صورة حقيقية بؤرة أصلية أو بؤرة حقيقية أما بالنسبة للعدسة المقعرة عند سقوط أشعة متوازية وموازية لمحور العدسة فإن امتداد الأشعة المنكسرة أو الخارجة من العدسة يتجمع في نقطة تسمى بؤرة غير أصلية لأن الصورة المتكونة صورة خيالية صورة خيالية المسافة ما بين العدسة أو المركز البصري للعدسة ونقطة تجمع هذه الأشعة تسمى بالبعد البؤري تسمى بالبعد البؤري ويمكن تعريف البعد البؤري على أنه مسافة الجسم مسافة الجسم لنقطة على محور العدسة تكون صورتها في المالة نهاية تتكون الصورة في المالة نهاية أو هي مسافة الصورة لنقطة على محور العدسة يكون الجسم في المالة نهاية بالنسبة للعدسات الرقيقة فإن البعد البقري فإن البعد البقري يعتمد على معامل انكسار مادة العدسة أو زجاج العدسة ونصف قطر انحناء سطحي العدسة لأنه نصف قطر تكور العدسة R1 للوجه الأول وR2 للوجه الثاني وبالتالي فإنه من خلال معادلة صانع العدسات فإنه يمكن حساب البعد البقري يمكن حساب البعد البقري من خلال معادلة 1 على F 1 على البعد البقري يساوي معامل انكسار مادة زجاج العدسة نقص 1 على مقلوب نصف القطر الأول نصف قطر سطح العدسة الأول زائد مقلوب نصف قطر سطح العدسة الثاني وحيث أن البعد البقري للعدسة يرتبط ببعد الجسم عن العدسة وبعد الصورة عن العدسة فإنه يمكن استخدام المعادلة العامة أو صيغة جوس للعدسات حيث 1 على F أو 1 على البعد البقري يساوي مقلوب بعض الصورة زائد مقلوب بعد الجسم أو 1 على F يساوي 1 على S حيث S بعد الجسم زائد 1 على S لا تقصداش اللي هو بعد الصورة طبعا بالنسبة للعدسة المحدبة حيث أن الصورة أو البقرة أصلية فأنه يكون صورة حقيقية أو يكون البعد البوري حقيقي موجب ولكن الصورة تكون مقلوبة أما بالنسبة للعدسة المقعرة أو العدسة المفرقة يكون البعد خيالي لأن البقرة غير أصلية أو بقرة خيالية لأنها تتكون من امتداد الأشعة المنكسرة أو الخريجة من العدسة وبالتالي فإن الـ F أو البعد البوري يكون قيمته سلبة بحيث تكون الصورة سلبية افتراضية ولكن تكون أبريط أو معتدلة المطلوب الثاني أو المطلوب من أحد المطاليب في التجربة في التجربة حساب قدرة أو قوة العدسة من أحد أحد أحداث هذه التجربة حساب قوة العدسة المحددة يمكن تعرف قوة العدسة على أنها قدرة العدسة على كسر أشعة الضوء أو أحداث انحراف للأشعة الضوئية الساقطة عليها بالقرب من سطحها أي أنه كلما كان انحراف الأشعة المتوازية بسبب العدسة أكبر كلما كانت قوتها أكبر وهذا يدل على أن قوة العدسة أو مقدار قوة العدسة يتناسب تنصباً طردياً مع البعد البؤري للعدسة حيث أن البعد البؤري للعدسة وقدرة العدسة يرتبطان بالعلاقة قدرة العدسة تساوي واحد على البعد البؤري أو مقلوب البعد البؤري وحيث أن البعد البؤري يقاس بواحدة المتر فإن قدرة العدسة تقاس بالمتر مينس ون أو الديابوتر وإذا كان البعد البؤري مقدراً بالسنتيمتر فإن قدرة العدسة تساوي مية على البعد البؤري سنتيمتر مينس ون وكما أسلفنا في معادلة صانعي العدسات فإن البعد البؤري للعدسة يعتمد على نصف قطر الوجه الأول ونصف قطر الوجه الثاني ومعامل انكسار مادة العدسة وكذلك معامل انكسار الوسط المحيط بالعدسة بحيث أن قيمة البعد البؤري تكون ثابتة بالنسبة للعدسة الواحدة طالما في نفس الوسط الموجودة فيه مثل موجودة في وسط هواء أو في وسط ماء فإن قيمة البعد البؤري لا تتغير وبالتالي تكون قيمتها ثابتة بالنسبة للعدسة المحدبة والتي يرمز لها بالرمز بوزيتيف نتيجة لأن قدرة العدسة المحدبة موجبة ويرمز للعدسة المقاعرة بالرمز نيجاتيف لأن قدرة العدسة المفرقة أو المقاعرة سالبة خطوات التجربة سنقوم في هذه التجربة بحساب البعد البؤري وقدرة العدسة المحدبة بثلاث طرق مختلفة الطريقة الأولى طريقة المصدر الضوئي البعيد وفي هذه الحالة نقوم باستقبال الضوء القادم من مصدر بعيد وفي هذه الحالة يكون بعد الجسم S في المالة نهاية بحيث نسمح له بالسقوط على سطح العدسة وتتجمع صورة أو أفضل صورة ممكنة على شاشة أو حائط بحيث يمكن أن نستقبل الأشعة القادمة من نفذة المعمل وفي هذه الحالة صورة النفذة المتكونة على الشاشة أو على الحائط المسافة بينها وبين العدسة تساوي البعد البؤري الطريقة الثانية طريقة استعمال المرآة أو طريقة المرآة المستوية بحيث نضع مرآة مستوية خلف العدسة مباشرة في مواجهة الضوء أو في مواجهة المصدر الضوئي الموضوع أمامه الجسم ونحاول تكوين أفضل صورة ممكنة معكوسة أو منعكسة من خلال المرآة باتجاه الجسم في هذه الحالة أو في حال التكوين أفضل صورة ممكنة أو صورة واضحة المعالم منعكسة على اتجاه الأشعة الساقطة على المرآة العدسة والمرآة في هذه الحالة عند تكوين هذه الصورة فإن هذه المسافة تساوي مقدار البعد البؤري الطريقة الثالثة الطريقة الرسومية أو الطريقة البيانية وفي هذه الحالة نرتب الأدوات كالتالي المصدر الضوئي للجسم والشاشة ونضع العدسة المحدبة بين كل من الجسم والشاشة ونحاول تكوين أو نحاول إيجاد أفضل صورة ممكنة متكونة على الشاشة لهذا الجسم في هذه الحالة نقوم بحساب المسافة ما بين الجسم والعدسة وهو إس والصورة والعدسة وهو إس داش ونسجل النتائجة في جدول نكرر هذه العملية عدة مرات بتغيير المسافة إس وبالتالي تتغير تبعاً لها المسافة إس داش بحيث العلاقة بين إس وإس داش علاقة عكسية أي بزيادة المسافة إس فإن المسافة إس داش تقل بمعنى عند زيادة المسافة إس فإنه لتكوين صورة أفضل صورة ممكنة أو صورة واضحة المعالم فإننا نقرب الشاشة بالقرب أكثر من العدسة نسجل النتائج في جدول بالنسبة لإس وإس داش ونقوم بحساب واحد على إس وواحد على إس داش طبعاً القراءات كلها بالمتر نحول القراءة من السنتيمتر إلى متر نسجل هذه النتائج ونقوم برسم العلاقة البيانية ما بين إس واحد على إس وواحد على إس داش في هذه الحالة حيث أن العلاقة عكسية نلاحظ أن الخط المستقيم يقطع محور إكس في نقطة ويقطع محور واي في نقطة وليكن النقطة A والنقطة B البعد البؤري هو عبارة عن متوسط قيمة هاتين النقطتين وبعد حساب قيمة البعد البؤري F نقوم بحساب قيمة البي قدرة العدسة اللي بتسواحد على F وفي النهاية نقوم بمقارنة قيمة الـ F والبي التي حصلنا عليها من خلال الطرق المختلفة شكراً لكم